أنا اسمي العميد أديب الشلاف عميد منشق من شرطة من محافظة حمص منطقة باب عمر مواريد 1964 بسوريا طبعا الشرطة بوزارة الداخلية مثل أي بلد في العالم هي شرطة مدنية تختص بأمور المدنيين مثلا ليس لها علاقة بأمور مع العسكريين أو غيرهم اسمي الشرطة المدنية تتفرع مننا بعض الأفرع الأمنية المخابراتية طبعا هون بدنا نفصل بين عمل الشرطة وبين عمل الأمنية الشرطة هي دائما كانت بسوريا تحت القانون كانت تعمل ضمن القانون بينما الأفرع الأمنية كانوا يتجاوزوا القانون كتير أنا كان عملي اشتغلت تقريبا بأغلبهم اشتغلت أول خدمتي بالخمسة والثمانين عملت بالأمن الجنائي مكافحة الجرائم الجرائم الغامضة والجرائم الكبيرة بعدين اشتغلت فترة بمكافحة المخدرات موضوع الجرائم بشكل عام بسوريا كان قبل السورة كان معروف سوريا ما كان فيها الجريم المنظمي كانت الجرائم أقل من أي بلد تاني ممكن أصدق جرائم القتل والجرائم المنظمي السرقات الكبيرة ما كانت موجودة بسوريا آآ فلذلك ما كان في عنا الأدلة القضائية المتطورة يعني حسب الجريمين احنا بنشتغل يعني ما كان في مسلاً الأدلة القضائية أصدقوا الأدلة الجنائية اللي هي البصمات هي التحليل يعني من أول ما دخلت أنا على شرطة من خمسة والثمانين حتى وقت الانشقية ما في شيء يتغير أبداً آآ طالعوا قانون بس اسمه قانون رقم اثنين عن المخدرات آآ نزلوا في حكم الاعدام بالنسبة للتجارة للصناعة للتهريب طبعاً كله محكي بالمخدرات للزراعة ولكن طول فترة آآ خدمتي بسوريا ما نعدم ولا واحد آآ بالعكس كانوا مسؤولين الكبار بسوريا آآ يعني على مستوى رؤساء أفرع أمن وفوما فوق رؤساء جهازة أمنية مسؤولين كبار كانوا هني بسراحة آآ أنا بطبيعة عملي كان بالمخدرات نوصل لمرحلة أنه هدول في يعني محميين تجار كبار المخدرات محميين من هدول المسؤولين طبعاً هدول كانوا تجار مولى لسوريا كانوا يتاجروا مثلاً بكتير أنواع مخدرات ينقلوها لأماكن تانية مثل دول الخليج يعني كانت آآ سوريا عبارة عن عبور فكانوا معروفين أنه محميين منهم وكتير أنا صار استيضام بيني وبين مسؤولين مشان آآ بعض التجار المخدرات من بداية خدمتي أنا كان وحضرت كذا أدامات كان يتنفذ حكم الأدام بساحات العامة يعني ما شو معروف بدمشق بساحة المرجع بحمص كانت عند الساعة العتيئة بيقولوا لا آآ بحلب ما بعرف وين لأنه ما خدمت بحلب بس كان يتنفذ بالساحات العامة بالمدن الكبيرة بعد حوالي يعني بالتسعينات منتصف التسعينات آآ بسبب آآ اعتراض آآ منظمات حقوق الإنسان لهالموضوع آآ سار يتنفذ الإعدام بالسجون بغرف إعدام يتنفذ شنقا طبعا كانت الأمن السياسي نحن مسؤول عن وزارة الداخلية طبعا هي أمن يعني مخابرات إني اسمهم آآ شعبة الأمن السياسي إني شعبي من وزارة الداخلية ولا كانوا منتقين انتقاء طبعا موالين كتير للنظام آآ ممكن أي مساعد أو أي ضابط صغير يتدخل بعمل قائد شرطة يعني آآ بيتدخلوا بشكل يومي مع العناصر آآ مع ضباط الشرطة آآ بيحاولوا يهيمنوا عليه هون طبعا هون كان الخلافات بقى يعني في ضباط كانوا يقبلوا إنه آآ يمشيهم مساعدة أو ضابط صغير مسلا بي أنا كان بشكل دائم مشاكل أنا وياهم بشكل دائم دائما آآ صراعات دائما آآ يحاولوا طبعا يحاولوا إنه آآ يزعجوني بأي شيء آآ فكانوا دائما يسعوا لأنه ينقلوني لما كان آآ ميت أو ما في أي آآ يعني بسموه كما مكان ميت يعني كان دائما هذا الصراع بيننا وبينهم ببعا أي ضابط آآ بيحاول يوقف وجون يعني أو يرفض آآ يمشي متل ما بدون فريقا أسهل